نمات تفوق 33 ألف هكتار يمتد المنتزه الوطني لسوسماسا الذي ينشئ عام 1991 ويعتبر هذا المنتزه واحد من أهم المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية حيث يشكل مصب ودي سوسماسا مناطق رطبة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطيور المهاجرة والقارة تميز بواحد تنوع بيولوجي وإيكولوجي جد مهم حيث توجد داخل المنتزه أكثر من 250 صنف من الطيور أكثر من 300 صنف من ناباتات أكثر من 20 صنف من تساديات شيء اللي كيبين هالتنوع البيولوجي ومن أجل إدماج أهمية هذا الموقع الإيكولوجي في الوعي الجمعي كخطوة في اتجاه انخراط الجميع في صيانة موارده الطبيعية وضعت المندوبية السامية للمياه والغبات ومحاربة التصحر برنامجا تحسيسيا لفائدة أكثر من 1500 مستفيد سنويا هذا دون إغفال إشراك الساكن المحلي الموزع على سبعة مداشر داخل المنتزه المواضيع التي توجد بالمنتزه والتي نريد منها أن يفهمها العموم للحفاظ عليها خصوصا وأننا نعرف بأنه المحافظة على الموارد الطبيعية ليس عمل جهات ما ولكن عمل للجميع وفي هذا الإطار فهناك مشاريع للتهيئة للسياحة البيئية ومشاريع للتربية الناحل مشاريع للتربية المحار ومشاريع أيضا لتنمية قطاع الزربية بالمنتزه ويبقى المنتزه الوطني لسوسماسة واحدا من بين أهم المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية بالمغرب ويبقى أن يستثمر هذا الموقع في إنعاش السياحة البيئية كرافض اقتصادي جهوي ذل انعكاسات الاجتماعية الإيجابية على الساكنة المحلية